السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يلهم بوزان بفيديو اليوم بدي أتحدث عن مجموعة تغيرات قادمة بألمانيا ابتداء من شهر سبتمبر القادم للعام الحالي 2019 من بعد 14 أيلول سبتمبر الشهر القادم سيتم إيقاف العمل نهائيا بقوائم التان المطبوعة على الورق ضمن الخدمات المصرفية وبالتالي عند إرسال حوالي بنكية فيجب استخدام أرقام التان الرقمية يلي بتم توليدها عن طريق تطبيق من الجوال أو استقبالها عن طريق رسالة نصية وهي عبارة عن حركة أمان إضافية لمنع أرسال الأموال في حال اختراق الأونلاين بنكينغ الخاص بالعميل ولإتمام عملية الدفع تحتاج دائما لرقم التان المرسل برسالة نصية إلى هاتف صاحب الحساب وبدون ذلك لا يمكن نقل الأموال نهائيا ولا يزال بألمانيا كثير من الناس لا تزال تستخدم أرقام التان الورقية فبالتالي لما بدون يجوا يعملوا حوالي بيطلع لهم رقم بياخدوا هذا الرقم وبيشوفوا شو رقم التان المقابل لأله وعلى هالأساس بختاروا رقم التان وبيحطوه بالحوالي لحتى تتم عملية الدفع ولكن هذا النظام حاليا رح يتم إلغاؤه بشكل كامل ورح يتم اللجوء فقط لاستقبال التان عن طريق رسالة نصية على الهاتف المحمول تاني تغيير قادم رح تقوم سلسلة الزوبا ميكتا آلدي بتبديل الأكياس البلاستيكية المستخدمة عند شراء الفواكه والخضروات بأكياس أخرى مصنوعة من مواد خام متجددة طبيعية وهي الأكياس ما رح تكون مجانية وإنما بقيمة واحد سنت للكيس الواحد تالت تغيير قادم رح يتم رفع المنحة الشهرية يلي بتقدمها وزارة التربية والتعليم من 815 إلى 933 يورو بالإضافة أيضاً لـ 80 يورو مصاريف لشراء الكتب هاي المنحة الدراسية تقدم عادةً لأصحاب الخبرة المهنية ممن يرغبون بمتابعة الدراسة والمزيد من التحصيل العلمي وبحالة وجود أولاد والدراسة بدوام كامل فبتحصل على بدل رعاية الطفل وهذا المبلغ أيضاً تمزياته من 130 إلى 150 يورو وحتى عمر الأربطاش لكل طفل كمان حابب خبركم بالتغيير الأخير يلي دخل حيز التنفيذ من حوالي 10 أيام تقريباً وهذا التغيير مرتبط بقوانين اللجوء الأكثر صرامةً يلي صارت بتسمح باحتجاز طالبي اللجوء المرفوضين لضمان ترحيلهم من ألمانيا بالمهلة المحددة هذا كان كش إلى فيديو اليوم كان معكم نيلهام بوزان تبقوا دائماً بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعاً وشكراً لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر